بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة الشابتر الثري اللي عنوانه Pure Properties of Pure Substance أو حواص المواد النقية نبدأ في هذه الحصة أو تكملة PV Diagram هنا بالنسبة لل PV Diagram راح نحط معه أيضاً أيش هنا Pressure Don't Pressure يعني أيش يعني Vapor Pressure Cove The Path F G يعني من النقطة F إلى النقطة G اللي عندها قلنا أيش يبقى الضغط أيش شباب هنا يبقى الضغط ثابت فإذا النقطة أو الباث هنا الخطوة من F إلى G يبقى الضغط عندها ثابت فلما نبغى نشوفها هنا على Pressure Curve أو Vapor Pressure Curve راح نلاحظ إنها هي هذه النقطة تحديداً أو هذه النقطة تحديداً أو هذه النقطة تحديداً فيعبر عنها بنقطة لماذا؟ قلنا إنه عند النقطة هذه أو عند هذا الخط كامل أيش عندي؟ عندي هنا ثبوت درس الحرارة وثبوت الضغط وقلنا من النقطة F إلى النقطة G بما أن نشتغل على درس حرارة ثابتة في هذا الكيرف فهنا ثبوت الضغط يعني ثبوت درس الحرارة وثبوت الضغط فهنا الكيرف هذا تمثل في نقطة FFG في نقطة لو سوينا هذا الأمر أيضاً لـ TvDiogram TvDiogram وبخار الماء مع توازنهم لو بغينا أيضاً نحط TvDiogram والPVDiogram في نقطة طرحت قبل في المحاضرة الثانية من هذا الدرس وقلنا أنه هذا يسمى الجزء يسمى Subcoded Liquid أو لو تتذكروا سميناه أيضاً Compressed Liquid فهنا أود الإشارة إلى شيء معين يبقى إن شاء الله راسخ في أذهانكم اللي هو إيش؟ اللي أنه لما نشتغل على ضغط معين ضغط معين ونبدأ نغلي الماء فبطبيعي جداً رح نبدأ من السائل إلى وصول إلى البخار إلى البخار إلى البخار فإذن لما نزيد درست الحرارة إيس يحدث؟ نزيد درست الحرارة يحدث ماذا؟ يحدث إنه الليكويد يتحول إلى ماذا؟ إلى بخار مع ثبوت الضغط إذا استغلنا على ضغط ثابت لكن هنا نستغل في درست حرارة ثابتة وقلنا إن من نقطة E إلى نقطة F عندي هنا غاز أو vapor فلما زودنا الضغط إيش يحدث؟ حدث إنه الـ vapor أو بخار الماء تحول إلى سائل فلما نزيد الضغط رح نتحصل على إيش؟ نتحصل من vapor إلى إيش؟ إلى سائل عكس عكس هنا درست الحرارة لو نزودها فدائماً في أذهاننا نعرف إنه لما نزيد درست الحرارة مع ثبوت الضغط يتحول الماء السائل إلى بخار الماء فهنا نحط في أذهاننا عكس الأمر بالنسبة للضغط يعني إذا زودنا الضغط يتحول بخار الماء إلى سائل ومن هذا السبب سمي هذا الجزء ماذا؟ سمي COMPRESSED LIQUID COMPRESSED LIQUID مقارنة بماذا؟ مقارنة بضغط الإشباع في هذه النقطة COMPRESSED يعني السائل المضغوط فهذه النقطة من واحد إلى اثنين حسب ما شفنا في المحاضرة الثانية يسمى سبكولت LIQUID أو يسمى أيضاً COMPRESSED LIQUID وهذا تحصله في المحاضرة الثانية وقلت إني رح نفسره اتباعاً إن شاء الله طيب نتمنى إن الجزء هذا كان واضح فقد أود طرح سؤال عندما نزيد درس الحرارة مع ثبوت الضغط يتحول السائل إلى بخار أو العكس وأيضاً السؤال الثاني عند ثبوت درس الحرارة وزيادة الضغط يتحول بخار الماء إلى سائل أو السائل إلى بخار